موسيقى صبحكم الله بالخير مشاهدين مرة ثانية مع تقطيطنا الخاصة حول مسبار الأمل حيث استحوذت مهمة الإمارات لاكتشاف الكوكب على اهتمام العديد من المواقع الإلكترونية العالمية المتخصصة بعلوم الفضاء في ظل اقتراب مسبار الأمل من مداره في المريخ حيث نشر موقع سبيس نيوز الأمريكي من متخصص بأخبار الفضاء والعلوم من قلينا قشافه آخر تطورات للمرحلة الأخطر من رحلة مسبار الأمل وهي دخول مدار المريخ وللحديث أكثر مشاهدين عن هذه المرحلة ينضم إلينا في الستيديو ضيفنا الدكتور مشهور أحمد الوردات مدير الشؤون الأكاديمية في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك صباحك ورد وسعادة وإيجابية صباح خير يعطيك العافية دكتور مشهور يعني كلنا حسين بمزيج من المشاعر مشاعر الثقة بالله وأيضا مشاعر الترقب والانتظار ولكن عندك أنت أهل الخبرة خبرنا أكثر عن المشاعر في هذه اللحظات عند الناس بارك الله فيكم بداية شكرا لتلفزيون الفجيرة على هذه الاستضافة وأيضا الشكر موصول لكل من ساهم في هذا الإنجاز من الإدارات العليا في الدولة إلى السواعد الماهرة والخبراء والشباب الذين أوصلوا هذه المرحلة وهذا المسبار إلى المراحل المتقدمة التي نعيشها اليوم وإن شاء الله مساء اليوم ستكون الحلقة الأهم في هذه الجولة الفضائية الإمارات العربية وهي وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ أما عن حيثيات هذه المرحلة وخطورتها فصراحة يجب أن نكون واضحين أن مسبار الأمل كما جميع المشنز اللي هي المهامات الفضائية التي وصلت إلى المريخ لديه فرصة إن شاء الله للنجاح لكن يجب أن لا نهمل أنه ربما يحصل ربما يحصل خطأ ما التقني أو فني عدم اتصال مع المسبار فلابد أن نكون جاهزين للاحتمالين وكما تقول الأبحاث وكما حصل قبل ذلك في مسبارات أخرى أن هناك احتمال 50% ينضم إلى المريخ وينجذب في مدار حول المريخ وإحتمال 50% يظل في مداره ويفلتع هذا يعتمد على التحكم بصواريخ الدفع العكسي اللي هي عمل بريكينج يدعس الآن بريك للوصول إلى السرعة اللازمة بحيث ينجذب في مدار حول المريخ نعم نحاول أن نصل إلى ما ينسمي بالسلستيال ميكانيكس السماوية الوصول إلى طاقة دون الصفر مع كوكب المريخ بحيث يصبح المدار مغلق إذا بقيت طاقة المسبار تساوي الصفر أو أعلى من الصفر يصبح مدار مفتوح ولا يستطيع أن ينجذب المريخ إذن نترقب إن شاء الله هذه العملية الوصول بالسرعة النزول بالسرعة من 126 ألف كيلومتر في ساعة وهو رقم خيالي نعم يعني نتصور 126 ألف كيلومتر في الساعة رقم فعلا خيالي نزولا إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة ليتمكن كوكب المريخ من جذب المسبار المسبار نعم أيضا أستاذ نحن عارفين أن عمل الدولة الإمارات جاهدة خلال 6 سنوات في هذا الموضوع وإحنا أيضا من خلال نقاشاتنا أنا ومروى مع ضيوفنا المتنوعين حول هذا المجال اكتشفنا أن فترة 6 سنوات عمل على هذا المشروع هي تعتبر في علم الفلك قصيرة علم الفلك ما كان متواجد في الجامعات منذ السبعينات منذ قيام الدولة حددنا كيف استطعت الممارسين هذا المجال أنكم توصلوا إلى هذا الإنجاز في هذه السنوات برك الله فيكم حقيقة كل شيء منوط في الإدارة ومنوط في التوجيهات العليا إذا كان هناك دعم من القيادات لابد أن تتحقق وأن نصل إلى ما نريد هذا ما كان في دولة الإمارات وهو التمييز في الإدارة الحكيمة والرؤى المستقبلية فكانت رؤية موضع الإمارات بين الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء والفلك كانت رؤية طموحة ومدعومة أيضا من جميع جهات الدولة من جميع الوزارات بحيث تكاتفت الجهود معا للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم فعملت الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ومع وكالة الفضاء وكالة فضاء الإمارات جميعها معا للوصول إلى هذه المرحلة من تدريب الكوادر البشرية هذا شيء مهم اللي هو صناعة العقول ما ممكن أستورد كل شيء من برحة العقل لابد أن نصنع العقل المبدع ابن الوطن الشاب الصغير اللي أحيانا قبل ست سنوات كان بعضهم سنة أولى الجامعة الآن أصبح عضو في المشروع فلذلك نحن ننظر إلى طالب المدرسة الثانوية أو الأساسية على أنه هذا مشروع مستقبلي سيكون معنا إن شاء الله في المستقبل القريب وست سنوات في عمر مسبار الأمل إذا ما قرنناها على سبيل المثال مشروع أبولو أخذ ما يزيد على 11 سنة لما وصل الأول مركبة إلى القمر فمشروع طويل جدا كان صحيح ست سنوات تم خلالها تحقيق الرؤية تم خلالها بناء المسبار وإرساله بعقول وبسواعد إماراتية إماراتية وبمشاركة أيضا عالمية دون تفرد كان لابد من المشاركات عالمية من جامعات عالمية وأيضا مراكز بحثية عالمية صحيح دكتور مشهور بنستعرض ويا بعض يعني الدور الكبير لأكيد قيادتنا الحكيمة والرشيدة وشيوخنا في متابعة مثل هذه المشاريع يعني الآن خبرنا عن دور القيادة الرشيدة والحكيمة في متابعة هذه الأمور وأيضا في أننا نحن نوصل اليوم مسبار إن شاء الله أنه يوصل للمريخ إن شاء الله كمان نشاهد أنه هذا ما وصلنا إليه من نجاح سواء في إرسال رائد الفضاء المنصوري إلى محطة الفضاء الدولي وكان إنجازا عربيا وهو الرائد الفضاء الأول عربيا الذي يصل إلى محطة الفضاء الدولي ويمكت فيها ثمان أيام ويعود والحمد لله عاد بسلامه كانت هذا كان إنجاز الأول والإنجاز الثاني الآن هو نسبار الأمل الذي سيزودنا بدراسة مستفيدة عن جو المريخ وإمكانية الاستيطان البشري مستقبلا على المريخ إذن سيكون لبنة عالمية أساسية في دراسة إمكانية استيطان البشري على المريخ لذلك ستكون المعلومات التي سيأتينا بها مهمة جدا هذا كله تأتى من دعم القيادات العليا في الدولة الدعم المعنوي والدعم المادي والدعم العلمي التحفيز التحفيز والاستمرار التحفيز يوما بعد يوم للمراكز الأكاديمية للجامعات لمراكز البحث للشباب وآخر مشروع قبل أيام أطلق له مشروع رائد الفضاء العربي على مستوى الوطن العربي صحيح تقدم إلى آلاف الشباب وتم اختيار مجموعة لمشاركة في برنامج جديد برنامج رائد الفضاء العربي وإن شاء الله سيستمر البرنامج على سنوات أخرى فهذا أيضا دعم من القيادة العليا في دولة الإمارات العربية ليس على مستوى الدولة فقط وإنما على مستوى الوطن العربي أيضا أستاذ ذكرت من أهم رؤاكم الآن من خلال وجود هذا المشلوع وهي تدريب الكوادر البشرية بشكل أكبر لأنهم هم من سيصنع المستقبل استكلمنا عن المعلومات التي سيأخذها مصبار الأمل ليست المعلومات الألمية التي قد تدعم كبرى الدول ودولة الإمارات من ضمنهم لا التي ستدعم دراساتكم في تدعيم الفكرة ووجود علم الفلك في الكوادر البشرية نعم لا شك أن العقل يصل على المستحيل ولا بد من الاستثمار في العقول لا بد من الاستثمار في الشباب من هنا أيضا أتت المبادرات في الدولة في جميع إمارات الدولة بأنه لا بد من وجود مراكز أكاديمية تدريسية لبناء جيل جديد من الشباب قادر على تحمل المسؤولية مستقبلا وقادر على المساهمة في مثل هذه المشاريع فعلى سبيل المثال أتت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التي أنشأها سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الألحاكم الشارقة أطال الله في عمره كانت مثالا لهذه المراكز فتم إنشاء الأكاديمية تم طرح برنامجي أو ثلاث برامج ماجستير أحدها ماجستير العلوم في علوم الفضاء والفلك ماجستير العلوم في النظوم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وماجستير قانون الجو والفضاء هذه البرامج وإن شاء الله في المستقبل القريب ستكون أيضا في مرحلة الدكتوراه لدينا الآن عدد من الشباب من المواطنين ومن العرب التحقوا في هذه البرامج في الأمس كان لدي محاضرة وكنا نتحدث عن جو المريخ وفي مادة التي هي علوم الكواكب وندرسهم الآن كيف سندرس جو المريخ وأجواء الكواكب الأخرى وكيف سنستفيد من ما سأتينا من معلومات من مسبار الأمل إذن صناعة العقل هي ركيزة أساسية وهي التي ستوصلنا إلى مراحل متقدم أكثر إن شاء الله هي التي سترفض كل مراكز البحث في الدولة إذن فلنأخذ مثلا مركز محمد بن راشد للفضاء بحاجة إلى شباب هو مركز تكنولوجي متقدم صحيح لكنه ليس أكاديمي هو لا يدرس إذن لابد أن يكون هناك من يدرس هناك من يصنع وهناك من يضع الاستراتيجيات مثل وكالة الإمارات الفضاء التي تضع استراتيجيات الدولة للمستقبل في مجال العلوم الفضاء والفلك صحيح دكتور مشهور كان فيه العديد من المخاوف خلينا نقول فيه تقارير التي نشرت عبر مواقع عبر الإنترنت والتي هي أنه كان فيه مخاوف أنه يكون فيه استيضام بأحد الكواكب إذا فشل فيه أداء المناورة خلينا نقول ودخول مسبار الأمل إلى مدار المريخ ولكن مثل ما حدث مع خلينا نقول ناسا الفضائية ومحمة ناسا الفضائية في عام 1999 خبرنا أكثر هل هذه النسبة خلينا نقول من الفشل اجتزناها ولا بعدها فيه مخاوف في اليوم بارك الله فيك سؤال مهم جدا أثناء مرور المسبار في الفضاء في رحلتي من الأرض إلى المريخ لابد أنه واجه بعض الصعوبات منها احتمال استدامة في كويكب مثل ما تفضلتي لكن هذا بسيط جدا ويكاد أن يكون معدوم لأن الفضاء واسع جدا الخطورة تكمن في عملية التي نسميها التحام جاذبي بين المسبار والكوكب المريخ عملية التحام الجاذبي هنا تكمن الخطورة حقيقة لم نجد المرحلة بعد المرحلة ستكون مساء هذا اليوم بعد ساعات لذلك ستكون يعني نحن بانتظار لإفتذاب هذا أنا شخصيا سأكون عصابي كما كنا على عصابنا إذا تذكروا لحظة إطلاق الصاروخ نعم ولحظة أيضا إطلاق الصاروخ الذي حمل رائد الفضاء لأول مرة في حياتي دائما كنت أشاهد مثلا صاروخ طالع بروات فضاء لكن لأول مرة في حياتي أشعر بالخوف ذلك اليوم يعني لأنه فيه إنسان يعني أعرفه يطلع الفضاء وراكب فوق الصاروخ أيضا هنا نحن الآن نترقب وصول المسبار إلى المراحل النهائية من مداره حول المريخ حقيقة إذن لم نجتاز بعد نسأل الله عز وجل أن يوصل المسبار بخير وبسلامة وأن يجتاز هذه المرحلة بنجاح صحيح أستاذ طبعا نحن عارفين أن تختلف الأوقات من بين الأرض وكوكب المريخ سيكمل دورة كاملة من خلال عام مريخي واحد أي 687 يوما هنا في دولة الإمارات في الأرض بشكل عام لو وصل إلى حالة هذه الدورة هل ممكن أن يكون فشل في العام المريخي مثلا؟ مهمة مسبار الأمل مبرمجة على مدار سنة مريخية لكن يمكن أن تستمر أطول من ذلك مجرد ما وصل اليوم إلى المدار الذي سيتخذه حول المريخ وهو مدار إهليليجي يتراوح أو نسميه النقطة الحضيظ في اللغة العربية نسميها نقطة الحضيظ بينه وبين المريخ أقرب نقطة لحوالي 20 ألف كيلومتر ننتصور كم 20 ألف كيلومتر نأخذ مثال إلى أن الأقمار الصناعية التي يحدث فيها الإتصالات الإتصال البث التلفزيوني من جميع دول العالم الإتصالات تتم من خلال الأقمار الصناعية تدور حول الأرض فوق الاستواء ارتفاع هذه الأقمار الصناعية 36 ألف كيلومتر فإذن المسبار سيكون فوق المريخ بمسافة أقل من هذه الأقمار الصناعية 20 ألف لكن سيبتعد أكثر إلى 40 ألف فإذن يشبه في مدار مدارات الأقمار الصناعية الخاصة بالإتصالات الأرضية إذن سيتخذ مداراً إهليجياً وسيدور حول المريخ كل 55 يوم تقريباً سيعمل دورة لكن سيستمر إلى عام مريخي كامل وهو تقريباً سنتين أرضيات تقريباً لـ 187 يوم أقل شوية من سنتين أرضيات لكنها سنة واحدة بعمر المريخ أو على المريخ سنة واحدة خلال هذا العام مجرد اليوم ما نجح إن شاء الله يبقى الخطوة التالية نجاح عمل الأجهزة عندنا ثلاث أجهزة مهمة جداً موجودة على المسبار سيتم فحصة واحد تلو الآخر للتأكد من جهزيتها وفعليتها مجرد ما نجحنا بالخطوة اليوم غداً ستبدأ الخطوة التالية وحص الأجهزة والتواصل مع المريخ والتواصل ليس سهل أحياناً ناخد 20 دقيقة لما تبعث السيجنال الأمر لذلك اليوم ستكون عملية ذاتية يعني ما رح نتواصل مع المسبار نقول له والله إدعى سبريك شغل الصواريخ لا لأنه على بينما تصل السيجنال تكون ربما تجاوز المريخ نتكلم عن 27 دقيقة أنا بدي 16 دقيقة أو أكثر لما تصل السيجنال وترجع لي بتاك كمان 16 دقيقة فلا يمكن إذن يجب أن يكون هذه العملية طبعاً مبرمجة ذاتياً الآن وستتم ذاتياً من خلال المسبار بعد ذلك سيتم العمل من خلال السيجنال والتواصل مع المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء للتحكم بالأجهزة وفحص الواحدة والآخر والتي ستعمل على مدى حياة المسبار التي ستستمر لسنة مريخية إن شاء الله تعالى إن شاء الله دكتور مشهور دولة الإمارات العربية المتحدة هي خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ في حال نجحها بإذن الله إن شاء الله ولكن ماذا سيتغير في العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع يوم نصل للمريخ بداية هي خامس دولة العربية سواء نجحة المهمة أم لم تنجح وصلنا فيها نعتبره نجاح مجرد أن أطلقنا المسبار والمسبار أخذ ووصل هذه المرحلة هذا يعتبر نجاح ويعتبر تحقيق إلى مكسب لدورة الإمارات العربية ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال لكن إن شاء الله مع تتمت هذه المرحلة مع اكتمال هذه المرحلة بالنجاح سيكون الأمل تحقق في أن نحصل أيضا على معلومات أخرى إضافية في مشروع مسبار الأمل ودراسة جو المريخ في خطوة لتهيئته للإسطان البشري إذن ستضع الآن الإمارات العربية نفسها بين هذه الدول بين الدول المتقدمة التي وصلت في استكشاف النظام الشمسي واستكشاف الكواكب والنجوم مراحل متقدمة نعم يعني طبقنا قول أحد الكتاب الذي قال ضاقت بنا الأرض لو لنا كوكب آخر هل لنا نذهب إلى كوكب آخر فالفعالة نحن يعني ممكن إذا ضاقت بنا الأرض نروح لي المرحلة لا مش لدرجة لكن نعمل أن الله عز وجل ستتسعي الأرض للجميع إن شاء الله و سيبقى لكن سيبقى الحلم في استكشاف العوالم من حولنا هي هو أمر إلهي قولوا انظروا قول سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق هذا أمر إلهي لستكشاف العالم حمدة قالت بأنه إذا كان فيه استيطان بشري في المريخ بتتملك هناك أنا وياشر نجمع كنيس نتناقش حول هذا الموضوع أيضا أستاذ لو بتذكرنا بس بطريقة جدا سريعة عن المجالات بعيدا عن المجال العلمي شيء المجالات رح تدعى يدعمها فكرة وصولنا إلى المريخ وحصولنا على الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع حقيقة بداية نعود إلى بداية الفكرة أول من توصل إلى أن هذه الكواكب يدور حول الشمس ليوكوبرنيكس وأيضا قال كثير معلومات أنه أخذ هذه المعلومات عن ابن الشاطر الدمشقي الذي قال أن الشمسية هي مركز المنظومة الشمسية أو نظام الشمسي من هناك من حوالي خمسمائة عام انطلقت هذه الأفكار وبعد ذلك تم صناعة تليسكوبات ودراسة الكواكب ودراسة المريخ على أنه الجرم الأقرب إلى الأرض والأكثر تشابه مع الأرض وله نفس التلت الذي هو زاوية الميلان يوم تقريباً مثل يوم الأرض عنده فصول مثل ما على الأرض فصول الأرض لذلك توجهت أنظار البشر إلى استيطان أو دراسة المريخ في محاولة لفهم كل شيء متعلق بالمريخ وإمكانية إرسال البشر إلى هناك لحد الآن لم يصل إنسان إلى المريخ كثير من الناس يقول لك هل هذا في رائد فضاء هذا المسبار لا المسبار غير مأهول ولم يصل إلى الآن إنسان حتى في قرب المريخ نحن نتحدث عن سرعة مسبار 126 ألف كيلومتر في الساعة تتنزل لـ 20 ألف إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة خلال 27 دقيقة ما بتحملها الإنسانها جسم البشر صحيح التسارع الهائل هذا لذلك قضية الإستيطان مرحلة متقدمة إلون ماسك الآن في شركة سبيس إكس بحاول يصنع الصواريخ اللي بتروح وترجع إذا شفتوه على صحيح صحيح في مرحلة الأخيرة انفجر واحد لسه يعني لم يصل الإنسان إلى الكمال في عملية الإستيطان صحيح تطورنا أستاذ في أدكاء الاصطناعي بشكل جدا كبير من الممكن ونحن نتطلع حقيقة إلى أن ننجز هذا المشروع بالمهمة الكاملة ونقدر أن نستوطن المريف إن شاء الله هذا هو الحل الحل هو الذكاء الاصطناعي صحيح أن تجعل المشين هذا أو الروبوت قادر على أن يتصرف بذاته صحيح كما الآن المسبار سيتصرف بذاته لحاله راح بهدف خدمة البشرية نعم صحيح وإلا إذا كل شيء كان بعيد وما قدر تحكم بي راح يفلت صحيح هذا معنى الذكاء دكتور طبعا مشهور أحمد نحن نود حقيقة أنشكرك على تواجدك اليوم معنا وعلى المعلومات التي زوتها لنا الله يبرك بكم شكرا على التغطية وشكرا على الاستضافة برك الله فيكم جميعا